السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللهم صلى وسلم وباركة على سيدنا محمد وعلى الله وصحاب الغر المايمين. ازايكم يا سنة تانية عدالة يعملين ايه? يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض لسنز 5 and 6 on unit 2. هناخد الدرسين خمسة وستة في الوحدة التانية بازن الرحمن. فتعالوا نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. طبعا لسنز 5 and 6 هتلاقيهم في كتاب المدرسة صفحة تسعتاشر وعشرين وفي الوورك بوك تلاتة وتمانين واربعة وتمانين. نبدأ مع بعض الكلمات ونقول بسم الله نبدأ بالكيف. عندنا كلمة الف مبروك او تهنينة. فم حد مسلا ينجح حد يتجوز يجي مسلا يعني خبر كويس نقول في ايه. اسمها تعالى بقى نقسمها عشان عارفة الكلمة ادي كده هو هتقولي يا لهو صعب او مش عارف ايه. لا تعالى نقسمها. ادي كنج تمام? بعدين رات يو لي والشن. احنا عارفين تي اي او ان ونضف لها بحرف لاس. يبقى كونج رات يو لي شنز. اللي حفزني الكلمة دي كانت مسنها ده الله يرحمها ويحسن اليها ويجعل مسواها الجنة هي اوم ان شاء الله. اه وانا في تلت عدد كنت اول مرة اخذ الكلمة دي. طبعا اول ما اتكتبتها على الصبر ايه ده ومش ايه ده وعملناه الليلة. فبدأت تقسم لنا الكلمة مساعدها والله انا حافظها. فعندنا كلمة عندنا هنا تمام? بنقسمها كزا مقطع عشان اعرف اكتبها. تمام? بس ادي كلمة سهلة جدا جدا اول ما نقطعها كده بتكون سهلة. طيب بعد جدا عندنا المحادثة كلنا نعرف انها اسمها conversation. conversation. ادي الشان تاني اهي. تي اي او ان. طيب يجيب او يرد اسمها respond. 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 الاخبار اسمها news. news. نوز. تمام? طيب شيء مؤسف او محزن او شفقة اسمها pity. pity. طيب تعاطف اسمهم empathy. 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 بس احنا طبعا عندنا تي اتش سه فانطلع ليسلنا فيها. طيب مقابلة شخصية يعني interview 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 interview. interview او interview interview. متحمس او منفعل اسمها excited excited excited. تمام? طيب تعالوا نحل البوكوس ده. بيقول ايه well done طارق. that's great. قالوا اه ممتازة ايه طارق ده ايه عظيم. يبقى interview or empathy conversation ولا respond ولا news. يبقى that's great news. ده خبر ايه كويس. وخلي بالك كلمة news ملهاش مفرد هي تيجي كده جمع. تمام? طيب we should show to poor people. لازم ابين ايه للناس الفقراء يبقى empathy. العطف او الرحمة او الشفقة. طيب بعد كده او تعطف. بيقول we offered him a drink but he didn't. بيقول اه احنا عرضنا عليه اه درينك يعني مشروب وهو ايه? ما ردش يبقى respond. تمام? ادي تلاتة. I have a or an for a new job today. عندي ايه الوظيفة جديدة? يبقى كده طبعا interview. تمام? طيب نيجي بقى لكلمات الدرس الخامس. عندنا كلمة يتحقق من يعني check 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 check. يكتاز او يمر pass pass pass. آسف او حزين sorry sorry. bank او ضفة نهر اسمها bank bank bank. البنك بتاع الفلوس او ضفة النهر اللي هي الناحية دي او الناحية دي في النهر اسمه برضو bank. المدرب اسمه coach coach coach. يقلق يعني worry worry worry. قريبا او في القريب العاجل اسمه soon soon soon. اتمنى يعني hope hope hope. طيب كلمات درس السادس عندنا كلمة يفتقد شيء او شخص اسمها miss 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 miss. يعني زي ما بنقول I miss you يعني انت وحشتني انا اشتقتلك او انا افتقدتك. تمام? او I miss my pen انا مسلا I missed مسلا my pen انا ضيعت الالم بتاعي. تمام? فتيجي مع الاشياء والاشخاص. طيب عندنا كلمة يقدم او يعرف يعني يعني يعرف introduce 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 او introduce introduce. نظام يعني system 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 حديثا او مؤخرا يعني recently 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 ملائم او مناسب يعني suitable 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 عزيز او غالي يعني dear 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 يعد او يجهز prepare 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 آآ فاصل دراس يعني term 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 خلاص كلمات مفيش اسهل من كده يا سنة تانية طبعا كلمات سهلة جدا 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 جدا. كده الكلمات خلصت. تعالوا بقى روح لتصرفات الافعال عندنا كلمة hear. يسمع المضمنة hear. hear. بتضيف حرف دي في الاخر. leave left left. sell salt salt. تمام? طيب التعريفات هم اتنين. embassy the ability to understand how someone feels. عندك القدرة انك تفهم شعور اللي قدامك. يبقى the ability to understand. وعندك كلمة feels يبقى شعور او يشعر او feeling. بعد كده كلمة what's that ability او it's ability لتننصح. بيقول لك معناها انه من المؤسف او من المحزن. بيقول something you say to show you feel sad about something. انت حاجة بتقولها عشان تباين انك ايه sad feel sad زعلان. يبقى دي اه بنقول له it's ability that's ability. تمام? طيب نيجبها للكلمة معناها وعكسها. عندنا كلمة cloudy. هي هي gloomy. والعكس هتكون clear. online. connected. offline. useful. good. helpful. useless. married. single. funny. comic. amusing. serious. تمام? بس كده. طيب بعد كده عندنا ال on تدي العكس. on. unsuitable. unmarried. تمام? unmarried مش متجاوز. unsuitable غير ملائم. زي unhappy و unkindة اللي اخدناها. بعد كده ال ing بتحول الفعل الاسم زي greet. greeting. اللي هو greet يوحيي. تبقى greeting. التحية. وال i o n. الآن برضه بتحول الفعل الاسم زي congratulate. تبقى congratulations. تمام? بس. تعالوا بقى نحل على الكلام اللي احنا قولنا ده. بيقول the skies unclear. السماء unclear. السماء مش صافية. this means it's. ده معنى ان هي ايه بقى bright ولا clear ولا cloudy ولا يوسفل. طبعا هتكون cloudy. غائمة. تمام? طيب. مغييمة يعني. تعالوا بقى نشوف الاسائل اللي بعد كده بيقول when you are offline you are not. انت لما تكون offline. يبقى انت كده مش connected. يبقى مش متصل بالانترنت. you are serious. you are not. انت جاد. يبقى انت مش بتهصدر. يبقى you are not funny. طيب. طبعا بنضيف الشن اللي هي الايوان. تمام? اه سماح single this means she is. سماح ديها single. يعني مش متجوزة. يبقى هي she is ايه? يبقى un married. اوعى تختار married. ازاي بقى single and married? لا هنقول un married يعني مش متجوزة. طيب. تعالوا بقى نشوف الفرق ما بين كلمة miss 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 يعني يفتقد وقلنا اا 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 او يفتقد شخص او شيء زي مسلا او فاتو مسلا القطرة او فاتو الوتوبيس. تمام? لكن miss الاولى دي يعني فوضى. الدنيا كاركبه بقى او ورطة او مقصد كده. فهنا مسلا بيقولك. انا اا مفتقد عمي او وحشني. هنا مسلا بيقول ايه? he tried to score a goal but he missed it. هو حاول ان هو يسجل هدف لكن هو ايه? اا اخطى الهدف او ملحقش مثلا يعمل الهدف ده. هي مسلا came late because he missed the bus. هو جي متاخر عشان هو ملحقش الاوتوبيس. يبقى miss لايه هكزا معنا? miss. لكن miss اللي هي بالايه? بنفتحها بقى في نطق شوية معنا فوضى. بيقول ايه? when i came home i found the kitchen in a mass. بيقول لما وصلت البيت لقيت المطبخ متباح ده. تمام? طيب he always gets me into a mass. هو دائما بيعطين ايه? في ورطة او في مأزق. خلاص? بعد كده بقى ساتش بيجوارها صفة زائد اسم. زي ايه? بيقول لك اتوسطش اهنا يعني كان الحفلة ايه? رائعة. يبقى احنا بنقول سو يجوارها صفة. اما ساتش اس صفة وبقعدين اسم. تمام? بعد كده عمدنا كلمة يعني اغبار. وهي اسم لها يعد وبنعمل وعملته المفرد زي what's your news ايه اغبارك? تمام? طيب بنقول بقى عشان نجزة فبناخد معا كلمة pieces of او a piece of. يعني مثلا بيقول this is a good piece of news. يعني لما حب اجزة كلمة عندك حكتين قبليهم. pieces of او a piece of. تمام? طيب بعد كده عمدك كلمة pass و succeed. pass يعني اكتز الاختبار بس ما نجيش وراه حرف جر. اما succeed لازم يجوارها حرف جر اللي هو in. وبيجو وراها ing او s. هنا مثلا بيقول I have passed my math exam. انا يعني نجحت في امتحان الرياضة. اما كلمة succeed I succeed in my math exam. يبقى succeed بيجو نقراها in. ولازم يجو راها ايا اسم. خلاص كده. طيب بعد كده بقى عندك آآ اراية طبعا تعرفين الدرسان خمسة وستة بيكون فيهم اراية كتير. فاحنا هنطلع على الاراية المهمة بس ونقراها. فهنرى الجزئية دي اللي هي عندها آآ عند المركب دي. تمام? هنقراها مع بعض سريعا وبعدين هترجمها. بيقول اي? هاي طارق. how is it going? يعني هي بقى how is it going? هنكتب كده بتساوي how are you? يعني كيف ايه حيالك. تمام? how is it going? كيف حيالك? بيقوله congratulations on passing your math test. do you have more exams next term? بيقوله مبروك ان انت عديت امتحان الرياضة. هل عندك امتحانات تاني فائل ترمي جاي? طب. كلمة congratulations دي يجي وراها on ولما نقول on لازم يجي وراها يا ام اسمي ing. اسم او ing. تمام كده? طبعا امتوا تعودتوا خلاص على صوت الكلب في الفيديوهات حاجة يعني مملة. بس هنعملين. طب نكمل. the news for me is that we are moving to a new house. i'm so excited because my bedroom is in the new house is very big. i have got some bad news too. i'm sharing the room with my brother but this is only for a week until his room is ready. i'm looking forward to meeting you in the summer. بعد كده بيقول do you want to go swimming or sailing at the beach this year? i can't wait to see you right soon. تمام. بيقول له ايه بقى? اه بيقول ان عندي اخبار. الاخبار بتاعتي انا ان احنا هلتنا لبيت جديد وبيقول متحمس عشان قدوة النوم بتاعتي في البيت الجديد كبيرة جدا وبيقول انا اه عندي bad news برضو عندي اخبار اه وحشة ليه بقى ان هو هيشارك الغرفة دي مع اخوهم اللي اتنا هيناموا في نفس الغرفة ليه بقى بيقول له بس ده المدة اسبوع بس لحد ما غرفته تجهز وبيقول انا متطلع ان انا قابلك في الصيف وبيقول له هل تحب ان نروح السباحة ولا نعمل بحار اه في الشط السنة دي فقال له انا مش قادر استنى ان انا اشوفك يعني اكتب له قريب وماضي اسمه تحت دامر. تمام? طبعا قناها في الفيديوهات اللي فاتت ان بيجي وراها ما اسمه مع اي نجي خلاص كده طيب هاني ارى اي كمان هاني ارى القزئية الوردي هنا برضو هاني ارى سريعا بيقول this is a photo of a market in the foreground in the foreground towards the left you can see a man i think it's his shop and he is selling fruit and other things in the middle of the picture uh we can see a man on a bicycle he is carrying something on the right you can we can see two women i think they want to buy something in the background you can see some other people. بتقول طبعا على نفس الكلام اللي قلناه في الفيديو اللي فات اللي هو في المقدمة in the تمام اهي في المقدمة في المنتصف اه تمام على اليمين على الشمال كل الحاجات بتاع التجاهد تاخد معها حرف الجر على اليمين على الشمال اه اه او على النصية يبقى لكن لما اقول في المقدمة في المنتصف في المؤخرة اه اللي هو في الخلفية يبقى بس كده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا تعالوا بقى نحل على الكلمات اقول حاجة هنا بيقول ايه احنا قلنا قبل ما الليها وصيفة جديدة على طول يبقى احنا بنتكلم على الانتربيو. it's a quran that she didn't come. it was a fantastic party. بيقول انها حاجة انك ما جتيش دكات الحفلة رائعة يبقى it's a pity. طيب when someone passes his exam we say to him. لما حد بيكتزل امتحان ينجح فيه بقى كد بنقوله congratulations تمام بعد كده when you have you can imagine how other people feel. بيقول ان لما يكون عندك ايه انت بتحس بالي الناس بتشعر بيبقى mpc. well done yes sir that's great. يبقى news. اخبر ايه جميلة. i'm the room with my brother. انا بعمل ايه الغرفة مع اخويها يبقى kid sharing. يعني ايه sharing بيتشارك الغرفة مع اخو. احمد the train as he arrived at the train station leave. احمد يعني ملحقش القطر عشان وصل للمحطة متاخر يبقى مزد. بعد كده after the football match that told the goalkeeper to train well. بعد الموتش مش هعرف مين قال للحارس المرمى يتمرن كويس يبقى kid coach. ما اللي هو الكابتن. i was very here to know my exam results. بيقول انا متحميز عشان هشوف نتائج اللي متحم بتاعي يبقى excited. i have some good news to know what. خمن بقى لما نقول لحد كلمة خمن هي يعني guess what. تمام? طيب. نيجب بقى لاخر اربعة سئلة معانا النهاردة. اه بيقول the ability to understand how someone feels is cold. القدرة انك تعرف الناس دي بتشعر بيه كده ايه empathy. the expression means something you say to show you feel sad about someone. حاجة انت بتقولها عشان تبين ان انت ساد يعني زعلان فبنقول it's a beauty. رقم 13 بيقول the street food seller prepares food people to eat. اه اللي هو بيوقف بعربية في الشرع بيحضر طعم للناس عشان تاكله. يبقى for people to eat. i have not my english exam. i'm really happy. انا اكتستي الامتحان عشان كده انا فرحان فانا عندي كلمة succeeded and passed. لو في اين هنا كنا هناخد succeeded. اما هنا هناخد passed. hey not an interview mind for a new job for this house. بيقول هو عنده اه عمل interview للوظيفة الجديدة دي من البيت. اه طبعا هنقول ايه? he had. كان عنده ايه مقابلة. خلاص كده? طيب في بس بوبكوز من تحت كده على الحاجات اللي احنا هنا لما نقول خبر كويس وخبر وحش وكده. فبيقول هنا عادل talks تسامع about great news. بيكلموا على اخبار جميلة. فبيقول له how are you? قال له i'm fine. فهنا سأل وقال له fine thanks. يهما هيقول له how are things? او how are you? او how is it going? او ممكن يقول له and you? او what about you? تمام? and you? فقال له i have good news. قال له really? فهيقول له بقى انا عندي اخبار حلوة فقال له فعلا فراح سأل وسأل قال له انا اشتريت عربية جديدة. مبارح يبقى هيقول له ايه هي الاخبار الجديدة? what's up? تمام? what happened? اي حاجة? what is your good news? خلاص ايه هي اخبارك الايه الجديدة دي? طيب فقال له put it for you من? بنشرها لك فمش عارفين فقال له that's great news how much is it? كم تعملها? فمش عارفين فقال له do you think it's expensive? هل هي غالية? طبعا محددش من اشتريها له فهنقول له ايه? my dad or my father but it for me. خلاص? فقال له how much? هو طبعا اشتري عربية. فممكن نكتب رقم كبير شوية ممكن مثلا نكتب نص مليون تلتمائة الف اي حاجة. فهنقول له it's. وتكتب مسلا ايه? ال اي او pounds. الاتنين صح. فقال له هل تعتقد انها غالية? فراحتك بقى ممكن تقول yes or no. ما فيش مشكلة. فانه هقول له no I don't. خلاص? بس كده. كده نبقى خلصنا الوحدة التانية الحمد لله على خير. ان شاء الله بكرة. هنزل لكم درس اول درس في الوحدة التالتة. وزي ما احنا متنفقين هنزل لكم فيديو كل يوم ان شاء الله. عشان في نص احتاشر هنبدأ نراجع مع بعض. تمام كده سنة تانية. لو عايزين بقى اي حاجة اكتبلي في الكومنتات. واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. وقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.